أهلاً 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 عزيزي الوجيه المنتظر وصل يا جماعة الجميل وصل يا جماعة الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us وصلت أخيراً عن نفسي يمكن أكون واحد من أكثر الأشخاص اللي أزعجوكم بهذا المسلسل كل فترة أجي أقول لكم باقي كم شهر باقي كم أسبوع خلاص باقي كم يوم واليوم أهو تابعنا الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us قلت لكم يا جماعة الوقت عدي إنتوا بس لا تقولوا تحسبوا الأيام عموماً يا جماعة أنا تابعت الحلقة الأولى ولكن في شيء لازم تعرفونه عني ممكن بعضكم يعرفوا عني ولكن راح أكرر هذا الشيء قبل ما نبدأ المراجعة وقبل ما نسولف المسلسل أول حاجة يا جماعة أنا مع عمري لعبت لعبة The Last of Us نهائياً ولا أعرف شيء عن The Last of Us سوى أنه في راجل ومعاه بنت صغيرة يحاولون ينجون في عالم مليء بالزومبي لا وأزيدكم من الشعر بيت كنت أحس بأنه هذا أب وهذه طفلته أو بنت وللأمان أجاتني أكثر من فرصة أني ألعب لعبة The Last of Us ولكن سبحان الله أنا ما تجذبني ألعاب القصص أوكي أحب القصص لما تقدمها لي في مسلسل كرواية أقرأها أو في فيلم أو أنيمي ولكن أني ألعبها كلعبة ما أدري ليش ما تجذبني صراحة أتكاسل كده وأزهق بسرعة وأقول خلاص أكملها بعدين وأسحب عليها فلذلك سألت وبحثت ورحت وجيت وفكرت في الموضوع وطرحت سؤال كبير جداً فوقراسي هل ألعب اللعبة بعدين أتابع المسلسل ولا أتابع المسلسل وما لي دخل في اللعبة أو أتابع المسلسل وبعدين أروح ألعب اللعبة بالرغم من أن السؤال جداً تافه وإجابته جداً بسيطة بس ما أنا عارف ليش كده سويت من الحبة قبة وطولت في التفكير وفي النهاية وصلت لفكرة أنه متابعة المسلسل بدون اللعبة راح يعطيني شعور وتجربة جديدة كلياً لأنك ما لعبت اللعبة يا سبك لا أعرف اسماء الشخصيات ولا أعرف شيء كثير عن القصة ولا أي بطيخ وبالعكس كوني ما لعبت اللعبة راح أتفاجأ بكل أحداث القصة اللي تم طرحها في المسلسل عكس اللي لعبوا اللعبة غالباً راح يقعون في أول فخ واللي هو فخ المقارنات ويتشيز طبيعي جداً وراح يحصل بشكل تلقائي سواء قرروا أنهم يسووا مقارنة ما بين اللعبة وما بين المسلسل أو ما قرروا وهالشي طبيعي برضو زي ما قلت لكم كوني أن اللعبة نفس قصة المسلسل ممكن يتم تحريف أو إضافة بعض الأشياء فيها الله أعلم غير أنك إذا لعبت اللعبة وبعدين تابعت المسلسل راح يموت عندك عنصر المفاجأة لا محالة في أشياء كثيرة بتكون عارفة وما راح تتفاجأ فيها ونفس الكلام ولكن العكس لو تابعت المسلسل وانتهى المسلسل في مرحلة ما راح أكون خسرت فرصة أني ألعب اللعبة أوكي ألعبها عادي بس غالبا بكون عارف 90% من الأحداث لأني شفت المسلسل وغالبا برضو ممكن راح أقع في فخ المقارنات والله في المسلسل صار كذا وفي اللعبة صار كذا ولكن أن تتخيل أن المسلسل ممكن يبني قاعدة جماهيرية منفصلة تماما عن القاعدة الجماهيرية للعبة نفسها وهذا الشيء بيحصل لا محالة في ناس كثير ما يحبون يلعبون ألعاب الفيديو ولا يحبوا يلعبوا أصلا أي شيء ومثل ما فيها أشخاص راح يقارنوا اللعبة بالمسلسل برضو ممكن يظهروا أشخاص يبدأوا يقارنوا المسلسل باللعبة ويعاملون المسلسل ككايان أفضل من اللعبة والعكس كذلك وموضوع المقارنات جماعة أصلا بدأ من قبل ما ينزل المسلسل من يوم نزل الإعلان عن أنه أبطال المسلسل راح يكونوا كذا وكذا بدأت المقارنات قالوا بطلة المسلسل بيلا رامزي وبطلة المسلسل بيدرو باسكال قامت الدنيا وقعدت في السوشال ميديا وهاتك يا سواليف وتحريات وسب وشتم اختيار شيء الممثل مدرش فيه الممثل لشكلها ما يشبه اللي في اللعبة والله شكلهم بيجيبوا العيد بدأوا المقارنات قبل ما يبدأ المسلسل أصلا عموما علشان ما نطول في الهرجة أكثر من كذا أحب أقول لكم أني أنا مبسوط أنا مرتاح من هذا العبء الكبير وراح أتابع مسلسل The Last Office من دون أي فكرة في رأسي عن أصلا إيش هو هذا المسلسل أو إيش هي اللعبة لا عندي فكرة عن شخصيات ولا عندي فكرة عن قصة وراح أحكم على العمل بشكل مستقل ومن منظور شخصي تابعوا للمرة الأولى وبيني وبينكم يا جماعة بدأت أحب فكرة أني ما لعبت اللعبة شكرا يا رب أني ما لعبت اللعبة ليش قلت هذا الكلام؟ لأني قاعد أشوف ماهر موصلي وكثير من الناس في تويتر يقولون فيما معناه يعني أنه جزء كبير من المفاجآت اللي حصلت في الحلقة الأولى ما فاجأتهم ومرت مرور الكرام كونهم أريد يشافؤوها في اللعبة يب أنا مبسوط جدا أني ما لعبت اللعبة ودخلت على المسلسل مباشرة خلصت مقدمة يا وجيه يب هيا خش على المراجعة الله يعطيك العافية ولا تقعد ترفع ضغطنا أنا تابعت المسلسل وما لعبت اللعبة أنا ما لعبت اللعبة وبتابع المسلسل خلاص أبشر أبشر على خشمي على خشمي عصابك علينا بس معموما يا جماعة أحب أذكركم لايك للفيديو لو أعجبكم واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول تعالوا تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش كلهم في صندوق الوصف وكمان قناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام برضو موجودة في صندوق الوصف بير كذا يلا بينا نخوش على مراجعة الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us طيب يا جماعة حاجة مهمة لازم تعرفوها عني أنا مرة مرة أحب أعمال الزومبي والأعمال اللي تتكلم عن نهاية العالم وأي شي له علاقة بنهاية العالم وأحد أهم الأشياء اللي جذبتني وخلتني أتحمس لمسلسل The Last of Us بالتحديد هو أنه يتكلم عن نهاية العالم بواسطة مخلوقات الزومبي أو بواسطة الوباء اللي صار منتشر ولا أعتقد أن المخلوقات هذه ممكن يتم تعريفها داخل المسلسل كزومبي ولكن الفكرة واحدة في النهاية موت سائرين وإلا زومبي كلهم في النهاية بشر ماتوا رجعوا للحياة بشكل جدا شارس ومختلف غير كذا يا جماعة مسلسل The Last of Us تم التسويق له بشكل جيد وهذا الشيء برضو خدمه إنه في لعبة The Last of Us الشهيرة قبل كذا غير كذا المسلسل من إنتاج HBO ولو أنت خبرة في المسلسلات رح تعرف إن HBO عادة يقدمون مسلسلاتهم على أكمل وجه وما يحبون يلفوا ويدوروا ويقدموا حاجة سليكية عموما قصة المسلسل يا جماعة اللي وضحت لي إلى الحين وإنه نهاية العالم في مسلسل The Last of Us مجرد بداية لقصة جدا كبيرة العالم انتهى تقريبا من عشرين سنة والناس بدأوا يتعايشوا مع نهايته وصار فيه منظمة عالمية وفيه جهة برضو معارضة لهم ومشت الحياة بطريقة ما أوكي الحياة ما هي أفضل بس إنها مشت الحياة وهذه طبيعة البشر راح يتأقلم ولو مو في زومبي لو في إن شاء الله أم الصبيان ولكن الوباء ما زال منتشر وما زال البشر عرض للانقراض والمدن والشوارع والأماكن الغير محمية ما هي مكان جيد إنك تتواجد فيه لأنه على نفس نهجة زومبي أو فكرة الزومبي بشكل عام إذا عضك أو جرحك شخص مصاب داخل مسلسل The Last Office في الأماكن العلوية من جسمك راح تتحول إلى زومبي أو أي أن كانت المخلوقات هذه خلال 15 دقيقة كحد أقصى وإذا عضك أو جرحك شخص مصاب في الأماكن الوسطى من جسمك راح تتحول إلى هذه المخلوقات خلال 8 ساعات كحد أقصى وأما بالنسبة للأجزاء السفلية من جسدك إذا عضك شخص مصاب فيها راح تتحول إلى زومبي أو أي أن كانت المخلوقات هذه كحد أقصى خلال 24 ساعة وللأمانة يا جماعة التفاصيل الدقيقة هذه أنا مرة عجبتني لأنها تعطي القصة عمق أكثر وجدية أكثر وأقل عشوائية فمرة حبيت التفاصيل البسيطة هذه أنا شفتها في بوستر في الحلقة الأولى عاد هي صحيحة ولا مش صحيحة هذا الكلام والتفاصيل هذه جدا عجبتني فبشكل عام يا جماعة المسلسل بدأ بطريقة جدا جدا رائعة كتابة الحلقة الأولى كانت رائعة أينعم فيه شوية تسرع ولكن بالنسبة لي الحلقة الأولى وكتابة وبناء القصة ما زال جدا متماسك وجيد ابتداء باللقاء التلفزيوني والحديث عن الفطريات والتلميح عن خطورتها وسرعة انتشارها لو تمت فيه ظروف معينة ووقت معين وبعدها إلى التعريف والتقديم شخصية جول وبنته ومنها إلى الوباء وسرعة انتشاره ومن ثم القفزة إلى عشرين سنة بعد أحداث أو انتشار الوباء واللي هو أصلا نقطة انطلاق القصة الأصلية وتكوين أحد أهم أعمدة القصة للأمانة تم بشكل جدا متماسك ورهيب وخلونا نتكلم كده بشكل سريع عن الشخصيات ونبدأ بشخصية سارة أو بنت جول للأمانة يا جماعة أنا مرح ببيت البنت هذه سواء كتمثيل أو ككتاب البنت ذكية ورائعة وعلاقتها بأبوها وجيرانها جدا جميلة ولكن للأسف ومثل ما كنت متوقع رح تكون أحد ضحايا الحلقة الأولى لأنه أنا قبل شهر لما شفت البوستر شفت بيلا رامزي وبيدرو ما شفت البنت هذه فأول ما شفتها في الحلقة الأولى قلت ياب she's gone بعد كده يا جماعة عندنا شخصية جول اللي قدمها الممثل بيدرو باسكال للأمانة يا جماعة الممثل قدمها على أكمل وجه وسواء كنت لعب اللعبة ودخلت في معمعة المقارنات أعتقد وبشكل جدا كبير نتصور وفكرة كافية عن كيف رح تكون شخصية جول في المستقبل أداؤه وتجسيده لدور الأب اللي فقد بنته ودخل في مشاكل كثيرة بعد فقدانها كان من أجمل ما يكون اللي بقول لكم سارة اللي فقعت وافلحت الله يستر عليها وكمان جول قدموا أدوارهم بشكل جدا جدا رهي وما شفت منهم شي ما عجبني نهائيا بعد كده يا جماعة عندنا بيلا رامزي بيلا رامزي يا جماعة صدمتني صدمة ما كنت متوقع دمها أصلا أنا كان كده عندي تصور في دماغي إنه شخصيتها كده شخصية بنت لطيفة وحبوبة ومسكينة أوكي هي لطيفة وحبوبة هذا الواضح ولكن ما كنت متوقع أنه البنت بتطلع ساطية وتضارب وتسب وتشتم كده وتسوي حركة الوصبع لا والله قاحية رهيبة مرة قوية ما كنت متوقعة كده وبالحديث عن الأطفال يعني اللي ولدوا بعد الكارثة حبيت فكرة أنهم لفتوا الانتباه أنه الأطفال اللي تولدوا بعد الكارثة أو بعد عشرين سنة أو أيا كانت المدة من حصول الكارثة يتميزون بشخصيات شرسة وأكثر عدوانية من الأطفال اللي تولدوا في أيام الرخاء وأيام العالم طبيعي فحبيت للأمانة اللفتة هذه لأنها راح تضيف شيء كثير للقصة وعمقها ونرجع لأهم نقطة يا جماعة واللي هي أهم من مقارنة الشخصيات بشخصيات اللعبة هل بيلا رامزي قدمت دور ممتاز ولا لأ عن نفسي أنا كعبد الرحمن أنا كوجيه مرة 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 انبسطت على أداء بيلا رامزي في الحلقة الأولى يا جماعة بالرغم من أنه ظهورها يمكن ما يشكل إلا 10% من مدة الحلقة إلا إنها مرة مرة أطربتني وحبيت دورها عاد بتجلس تقولي والله في اللعبة أحسن في اللعبة مو أحسن شكل الشخصية هناك غير وهنا غير أنا الكلام هذا ما يهمني أنا أحكم على اللي قاعد يشوفه قدامي البنت قدمت دورها بشكل ممتاز وجري واحترافي هذا اللي يهم وهذا اللي أنا أحتاجه أصلا كيف يكون شكلها كيف يكون طولها تشبه اللي في اللعبة ما تشبهها مثل ما قلت لكم الكلام هذا ما يهمني فبشكل عام يا جماعة جول سارة إيلي حتى تومي اللي هو أخو جول كلهم للآن قدموا أدوارهم بشكل جدا مناسب ويخدم القصة وهوية المسلسل فالتمثيل بشكل عام ما عندي عليه أي ملاحظة 10 على 10 مواقع التصوير والمؤثرات البصرية السينماتوغرافي والمشاهد الفوضوية اللي حصلت في بداية المسلسل أو بالتحديد بعد انتشار الوباء وسقوط الطائرات والحوادث والانفجارات للأمانة المشاهد هذه كانت رائعة جدا وخلتني أعيش لحظات الرعب والخوف اللي الناس عايشينها بشكل ما كنت متوقع موسيقى بداية الحلقة ما ودي أتسرع وقول وووو والله مرة رهيبة هي جميلة ولكن هذا النوع من الموسيقى أو أي مسلسل يجي ونسمع مقدمة للمرة الأولى عادة نقول أوكي ممكن كويسة ممكن نقول عنها عادية ممكن نقول عنها ممتازة ولكن كل ما زاد حبك للمسلسل وارتباطك فيه بالمقابل راح يزيد حبك للموسيقى التصويرية تابعه أو موسيقى المقدمة بغض النظر إيش كان المسلسل وبغض النظر إيش كانت الموسيقى ممكن تكون الموسيقى عادية ولكن حبك للمسلسل راح يخليك تحب الموسيقى لأنها تذكرك بشيء أنت تحبه وبشكل عام يا جماعة المقدمة أو الفيديو تبع مقدمة المسلسل صحيح أن المقدمة ما هي مبتكرة بشكل كبير وتشبه مقدمات كثيرة شفتها في حياتي ولكن لاحظت أنه فيها رمزيات جدا كويسة وخدمت فكرة المسلسل بشكل جميل وكحلقة أولى وكانطلاقة أولى لمسلسل The Last Office يسعدني أني أعطي الحلقة الأولى من مسلسل The Last Office العلامة الكاملة عشرة من عشرة غير كذا يا جماعة ردود أفعال الجمهور على الحلقة الأولى جدا جدا إيجابية وهذا بحد ذاته مؤشر نجاح ويعطينا تصور أن المسلسل بمشيئة الله رح يكون مسلسل فعلا قد التطلعات وبس والله يا جماعة أنا ما عندي أي شيء أضيفه يعني غير هذا الكلام اللي قلته ولكن يهمني جدا أعرف أنت إيش رأيك عزيزي الوجيه كم تقييمك للحلقة الأولى من مسلسل The Last Office وبالرغم من أني أكره وأكره المقارنات إلا أني مرة مهتم أعرف رأيك إذا أنت لعبت لعب The Last Office إيش رأيك في الحلقة الأولى من مسلسل The Last Office شاركونا أراكم في التعليقات وتقييماتكم وإلى هنا نكون وصولنا نهاية الفيديو لايك للفيديو لو أعجبكم مشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وتعالوا تابعونا لموقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وقناة الألعاب كل موجودين في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم